يبا شهر نوفمبر القادم هيشهد حدثين عالميين لن تنساهم البشرين على أرض مصري وأحد هذين الحدثين في شرم الشيخ والحدث الآخر في عاصمة مصر السياحية الجديدة في الجيزة هنا في الهرم هنا في المتحف المصري الكبير المتحف المصري الكبير العالم كله بينتظر هذا الافتتاح العالم كله كل زعماء وكل القادة كل السياسيين كل الشخصات العامة بيتمنوا أنهم يحضروا هذا الافتتاح من ثم الدولة بتخطط أن يكون عند قمة المناخ وبيتزامن قبل أو بعد افتح المتحف الكبير ومن ثم مصر ستكون دولية عالمية مصر تكون بصلة مصر أو مؤشر مصر هو كل وسائل إعلام العالم مثبتة مؤشرها على مصر سواء في قمة المناخ واللقاءات الاجتماعات القارات المخرجات لصالح البشرية في المناخ وإتقالات المناخية الحدد يعملوا إيه؟ اتنين افتتاح المتحف المصري الكبير إحنا النهاردة في شهر ديسمبر يعني باقي سنة عن اللي بقوله لكن الرئيس النهاردة وإن شاء الله إن عشنا وكنا من أهل الدنيا هنفكر بعض وهنجيب هذه الكلمات وهذه الدقائق ونقول إنه شايف فاكرين التخطيط كان من سنة فاتت يعني النهاردة بنخطط لسنة جاية علشان ننجح علشان كل واحد يقوم بدوره علشان كل واحد يبقى عارف مطلوب منه إيه هيعمل إيه؟ إمتى في خلية عمل الرئيس بنفسه أهو قدام حضراتكم كل الوزراء المعنيين بحضور رئيس الوزراء علشان خاطر نبدأ نخطط من دلوقتي هنعمل إيه؟ خلال قمة المناخ أتصور إنه إن شاء الله ربنا هيكرمنا وربنا هيقف معنا وننجح ليس فقط في استضافة القمة ونخرج ببيان ختامي الناس تهتم به على إنه هيكون مغاير على البيانات السابقة ويكون فعال